اسمحوا لي لأن أنا كنت عايزة أقول الموضوع ده في بداية الحالة للأسف الشديد بس أنا الأخبار خدتنا مرة واحدة أنا وكريم كنا حابين عزي برضو يعني الوطن العربي حقيقة مش مصر بس في نجم الجميل سمير صابري اللي توفى طبعا من يومين تقريبا يوم الجمعة تحديدا برضو خبر كان محزن جدا نجم ليه تاريخ كبير ومحبوب وكان الناس كتير بتشهد له يا كريم أنه كان من الشخصيات اللي هي بتسأل دايما على زملائها واللي بيعمل خير كتير وواواوا فشخصي كانت محترمة جدا وثابت أثر كبير جدا وتاريخ كبير جدا زي ما بتقال الشخص ربما يرحل ولكن ذكرياته وكل حاجة عملها بتفضل أو بتبقى في الأذهان فالله يرحمه نجم كان جميل لن يعود بصراحة من الشخصيات اللي أنا بشوف فعلا وأشهد لها لن يعود الله يرحمه نجم بشوفه كتير مؤخرا يعني بالصدف فيه في النادي وفي مكان مختلفة الشخص على طول كان مبتسم رغم كل الأمراض اللي كان بيمر بيها في الفترة الأخيرة يعني الله يرحمه هو الحقيقة برحيل النجم الكبير سمير صبري انطوت صفحة من صفحات تاريخ الفنون بشكل عام في مصر لأن طبعا النجم الكبير سمير صبري كان أيقونة في الإعلام وأيقونة في الفن وفي الغناء وفي الاستعراض نحن نتكلم على حد يشتغل تقريبا مع أكبر وأهم وأشهر يعني النجوم السينما كان إعلامي شاطر يا كريم جدا طبعا رائع 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 طبعا وأرثى قواعد مهمة جدا في المهنية وفي الإعلام الحقيقة يعني أسعدني الحظ أن أنا قبل كده اشتغلت معك مسلسلين الحقيقة فعلا شخصية من أجمل ما يمكن رحمة الله عليه أكيد يعني بنتمنى له الرحمة ولكل محبيه ولكل زويه يعني الصبر والسلوان